اشتركوا في القناة في كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة أيها الإخوة الأكارم النوايا لا يطلع عليها إلا الله عز وجل نحن نتحدث عن كلام النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه من هم من هم الهم هو التردد هو الهاجس الذي يكون في القلب هلا إن كان حسن أو سيئة وهنا يختلف الأمر يختلف برحمة الله عز وجل وفضله على العباد هلا إذا كان الإنسان هم بسيئة ولم يعملها سوف يكتب له حسنة هذا لأنه فضل الله كبير لأنك امتنعت عن الحرام سوف أبدأ بالحسنة النبي عليه الصلاة والسلام قال من هم بحسنة فعملها كتبها الله عز وجل عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة الأصل إنه الإنسان أن يهوم بالشيء ويؤسر الله له الخير أنا ناوي روح على الجامع ورحت على الجامع ناوي تصدق وتصدقت ناوي إنه مثلا أصل الرحم ووصلت الرحم هممت بحسنة هي النية لحالها يكتب لك بها الأجر فإن فعلتها وكانت خالصة وأتممتها على وجهها الله عز وجل في الحديث القدسي قال يكتب لك عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة حسب الإخلاص سان لما بيروح على المسجد بالصيف ممتل الشته البرد الزمهرير موت لما الإنسان يكون في الربيع الإنسان لما يصل رحم بعيد مكانه بعيد موت لما يصل رحم في الهاتف الإنسان لما يتصدق على ذي الرحم الكاشح يعني كثير الأخوان الكرام بيسألوني سئلت يوم الجمعة الماضية أنه لي قرابة أصلهم ويقطعونني قال لي أحد الأخوي الكرام أنه لي أخ يعني ساوى عرص ابنه وما دعاني قال لي كيف تريد مني يعني أن أصله قلت له هون هل الآن الله عز وجل يعني يكتشف حقيقة إيمانك أن تصل من قطعك وأن تعفو إلى من أساء إليك لذلك الأمر الأول هو أن تنوي وتفعل هاي أضعاف مضاعفة وكل عمل يأتي حسب الإخلاص وحسب طبيعة العمل وحسب البذل والسخاء نين أن تهم بالحسنة دون أن تعملها مع القدرة عليها سنناوي لذلك نحن دائما ننوي الخير ننوي أنه روع الجامع لكن سبحان الله إنسان كبير بالسن لأ أنه الكهرباء يعني لا تعمل وهو ساكن بطابق مثلا عالي ما أتيح له هنا تكتب يعني لك يعني حسنة يعني بنيتك إلى أن تذهب إلى بيت الله عز وجل قال فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة هل للحسن الكامل للأجر الكامل هذا بقى يعني يعني حسابه على الله عز وجل ولكن أنا أقول سبحان الله الإنسان لما يعجز عن القيام كهذا الكبير أنا تذكرت قول الله تعالى قول الله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع عجل على الله الموت حال بينه بين إتمام الإجرة هل هذا الأخ الكبير في السن اللي وجد أنه الكهرباء مقطوعة يعني خاصة في هذه الظروف وهو بده يروح المسجد يعني هذا يعجز يعني خارج عن طاقته إن شاء الله يكتب له الأجر كاملا وفي حديث أبي موسى الأشعري إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا يعني هو بالعادي كل يوم يصلي الفجر بالمسجد بالعادي كل يوم يعني يعتاد الصيام الأثنين والخميس لكن سافر سافر في السفر أحكام خاصة لذلك إنما يعني يكتب الله لك الأجر الأجر والثواب أيها الإخوة الكرام الآن ما يكتب من السيئات وهذا يعني موضوع هام جدا لشباب هذه الأمة الأمر الأول هو فعل السيئة قال وإن هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة الإنسان هم هم بفعل شاب أنه ينظر مثلا الموبايل الأجهز التواصل وفيه صورة يشوفها وكذا الله كتب لك سيئة وقت الحسن انتبه عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة هم ذنب واحد كتب عليك وهذا من فضل الله ومن رحمته بالعباد تصوروا أنه يكون الذنب بعشرة والعشرة بسبعمائة وأضعاف كثيرة لرأيت الناس دخلوا في ذنوب كالجبال من الخطايا الأمر الثاني الهم بالسيئة دون عملها خوف من الله تعالى هم أنه يفوت على موقع إباحي هم أنه يتكلم مع فتاة هم بأن يسرق هم بأن يفعل أمرا من الخطايا الكبيرة أو الصغيرة ولكن خوف من الله عز وجل ردعه وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة هذا من فضل الله كم من إنسان حيل بينه وبين المعصية مخافة الله عز وجل تذكر قول الله تعالى في قصة يوسف إني أخاف الله رب العالمين هذا الله يكتب لك حسنة لذلك أنا أوصي الشباب قبل ما تساوي السيئة هيك بس ذكر الآخرة ذكر الوقوف بين يدي الله لما أنت بتضرب فرام وتوقف ولا تفعل هذه السيئة مو بس الله صرف عنك السيئة الله عز وجل كتب لك بدال السيئة التي سوف كانت تكتب عليك حسنة وهذا من فضل الله عز وجل لك أنت ما ساويت لسه شي ولكن هذه نتيجة الخوف من الله ونتيجة التوب الصادقة بين يدي الله عز وجل لأنه إنما تركها من أجل الله عز وجل الأمر الثالث الهم بالسيئة دون عملها لعجزه عنها كان بدأ فوت على موقع إباحي أمنطفت شبكة الأنترنت معد كان على موعد غرامي في معصية من معاص الله ولكن هذا الأمر لم يتم لظرف من الظروف هون سوف يكتب لك السيئة لأن الني موجود أنت كنت قد عزمت على يكتب له الإثم كاملا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما باله المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه يعني لو من أتل كان أتل وهون الإنسان المذنب لو كان اجت مثلا شبكة الأنترنت كان دخل لذلك أنا أوصي الشباب قبل أن يفعلوا شيء بس يذكروا الدار الآخرة يذكروا هذا الحديث اللي عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا الهم بالسيئة دون عملها لا خوفا من الله تعالى ولا عجزا يعني عنها فهذا لا يكتب له وزر يعني هو كان ناوي هو كان ناوي أنه يفعل ولكن يعني ضرب فرامات مو خوف من الله عز وجل ولا لأنه أطعت الكهرباء ولكن انشغل إجاء تليفون إجاء أمر من الأمور وأنا أقول إن الله عز وجل صرف عنه ذلك ولكن عنده النية شوفوا ديننا بحاسب عن نية أخواننا الكرام النية نية هل الفقر اللي أبلم منه هو كان ناوي وعازم ولكن حيل بينه وبين فعل الشيء انطفاء الكهرباء هون إجاء شغلة يعني صرفته وبعدين يعني ربما تاب إلى الله عز وجل يتبين لنا من هذا الحديث النبوي الشريف أنه الحسن الحسن سبحان الله لما بدي يقوم بها الإنسان إنما تنمو وتزداد وتكثر والإنسان حتى لما بهم بالحسن ولم يفعل تلك الحسن إنما يكتب له بقدر بقدر نيته عاملوا ربكم بالنوايا النية النية أصل كل شيء في الإسلام أسأل الله عز وجل أن يرزقنا فعل الحسنات وترك السيئات ونجعلنا من عباد الله الراشدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته